اشتركوا في القناة الموسوم الترجمة والثقافة بين النظرية والتطبيق ابتدأ المؤتمر بتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم ثم قراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء العراق بعدها ألقى رئيس قسم الترجمة كلمة رئاسة المؤتمر رحب فيها بالحاضرين من الباحثين المشاركين والضيوف فيما بيّن الهدف من عقد هذا المؤتمر تضمن المؤتمر التعريف بأهمية الترجمة ودورها في تثقيف المجتمع حيث استعرض المشاركون بحوثهم التي تناولت نظريات الترجمة وتطبيقاتها لبرنامج صدى الجامعة زايد وائل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر